طيب اللي حصل واللي يجب انه يحصل كله في حب هذا الوطن في حب مصر في اللحظة اللي الاهل والزمالك كثيرا ما التقيا في حب مصر تفاكرين المباراة ايام حتى في التمانينات مباراة في حب مصر كابتن محمود الخطيب كابتن الناد الاهل ونجمه يرتدي فانلة الزمالك والكابتن حسن شحاتة والكابتن فاروق عفر ايقونات نادي الزمالك الكبار يلبسوا فانلة الناد الاهلي شفتوا لقطة اعمق وادل وابلغ من ديت دي كانت في حب مصر دي الروح اللي البلد محتاجاها التفاني من اجل خدمة هذا الوطن تغليب الكابتن الخطيب في كلمته قالك نستحضر كلنا مصر في الوجهة نستحضر مصلحة بلدنا هي الاساس وكل طرف يشتغل لصالح نديه علشان يحقق الغاية بتاعتنا دي واهدافنا دي وفقا لهذا المفهوم العام مصلحة مصر تنتهي المباراة بالأله يا زمالك وانا كنت موجود ساعدها وكان الكابتن عبدالعزي عبدالشافي وكابتن خطيب وكابتن مصطفى وكابتن صلاح حسني نروح نقعد مع بعض فين في المحل بتاعنا غانب سلطان عندهم محل فاكل كبير كان او هم ييجوا يتعاشوا معانا في مكان كنا بنجتمع فيه باستمرار بعد المباراة يا جماعة الدنيا وكل واحد أثناء المباراة كان بيعمل ايه بيماوت نفسه عشان يكسب وعشان وكانت في منطال جدية المطشات ولكن كانت في منطال احترام ايه اللي يخلي الدنيا تروح وهي ماشي حلو كده الى هذه السلبيات الا اننا نعتبرها سحابة وعدت سحابة قاتمة جدا كان فيها كتير من الامطار اعتقد اللي شوهت السطح العام في الرياضة لكن انا لها ان تنقشع وانا لهذه الشمس المشرقة ان تصطع في سماء الرياضة المصرية من جديد علشان يا جماعة هذا التوتر وهذا التدني والهبوط الحاد جدا في الخطاب الرياضي شفت وصل لفين شفتوا التعصب كان وصل لماذا؟ ازهق ارواح شفنا التكدير العام اللي حاصل شفنا الشباب اللي ارتكب كتير من الجرائم في الملاعب شفنا الشباب اللي غرر به ودفع تمن شفنا حاجات كتيرة كلها كانت من نتاج هذه الشجرة الخبيثة اللي دفعت تمنها شباب هذا الوطن في ملاعب المدرجات فاضية علشان هذه السلوكيات اللي سادت بالتوتر والمشاكل كانت فعلا بتهدد امن الملاعب وبتهدد سلامة الجماهير قبل اي حد ما لاحسش حاجة اه يتزامن هذا اه مع زيارة الجهاز الوطني قيادة كابتر حسام اه للربطة والقرار الذي استطاع ان يعلن عنه بان باذن الله ربطة عدد الى عشرين الف يا رب عبال ما يبقى نرجع للساعة الكاملة ودي بتحطنا بقى ادي القيادات ايه ماهدت الجماهير الوعية المحبة للرياضة واللي نديها والمصلحة بلدها تتلقف هذه الفرصة وتقبل بالروح الرياضية على انجاح هذا الكلام خلينا نعيش المناخ الطبيعي الذي يفرز مزيد من النجاح الرياضة المصرية تتخلص من موبقاتها وهذه الزيارة لانقاذ تلك التي نسيناها